في الجزائر خطوة جديدة في مسار الانتخابات الرئاسية تتمثل في قبول ترشع خمسة أشخاص للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل المرشحون هم عزدين ميهوبي وعبدالقادر بن جرينا وعبدالمجيد تابون وعلي بن فليس وعبدالعزيز بلعيد خطوة كانت مرتقبة ولكنها تأتي بعد يوم من تظاهرات شعبية حاشدة تنادي برحيل رموز السلطة قبل إجراء الانتخابات في هذا الملف ينقل إلينا ردود الفعل والأجواء من الجزائر العاصمة مرسلنا إبراهيم حسناوي ومن هناك ينضم إلينا أيضا عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد مريم سعداني أبدأ معك إبراهيم هل بدأت ردود الفعل تصدر نعم داليا بالفعل هناك الكثير من الأطراف التي رصدنا ردود أفعالها بشأن ما أعلنته لجنة أو سلطة الانتخابات هنا في الجزائر ردود الفعل في مجمالها رافضة لهذه القائمة التي أعلنتها السلطة رغم أنها كانت متوقعة كما ذكرت فالقائمة تضم شخصيات محسوبة بطريقة أو بأخرى على النظام السابق نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأغلبهم إن لم يكونوا كلهم تولوا مناصب عليا في الدولة بين رئيس حكومة ووزير وغير ذلك هذه القائمة كما ذكرت لقيت رفض أغلب نشاطاء الحراك الاحتجاجي الذين رصدنا ردود أفعالهم أو حتى من بعض الأحزاب السياسية هم يرون أن السلطة ستسعى من خلال هذه الأسماء المرشحة إلى استنساخ نفسها من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل وبالتالي فإنها لم تأخذ مطالب الحراك الاحتجاجي باستبعاد رموز نظام بوتفليقة في المرحلة المقبلة بعين الاعتبار وهم يصرون على هذا الأساس على مواصلة الحراك الاحتجاجي على مواصلة النزول إلى الشارع والضغط على السلطة من أجل سواء إلغاء الانتخابات والعودة إلى الشارع والاستجابة لمطالبه وكذلك من خلال احتواء الأطراف المعارضة الأخرى وتقديم بعض الشخصيات التي تحظى بقبول الحراك الاحتجاجي وبقبول الأطراف المعارضة وليس لها يد في النظام السابق وليست لها علاقة لا عن قريب ولا عن بعيد بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على كل حال ردود الفعل مازالت متوالية سنرصد بالتأكيد سواء اليوم أو يوم غد ردود أفعال سواء من الأحزاب التي قدمت مرشحيها أو حتى من الشخصيات هناك الكثير من الشخصيات التي قدمت ملفات ترشح لكنها رفضت نحن نتحدث عن ستة مرشحين قبلت ملفاتهم من أصل ثلاثة وعشرين هم الذين قدموا ملفات الترشح لدى السلطة الوطنية للانتخابات نعم داليا نعم شكرا لك مرسلنا إبراهيم حسناوي كان معنا من الجزائر ونستمع على التصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ثم نتابع في هذا الملف نحتفل بأول انتقاء حر وديموقراطي للمترشحين للانتخابات الرئاسية منذ استقلال بلادنا العظيم النتيجة اليوم تأتي بتكذير كل المشككين في قدرة السلطة الوطنية المستقلة الفتية كل المشككين في نجاة الاختيار للذهاب لانتخابات حرة ونزهة لإخراج بلادنا من الوضع المؤلم الذي أرادوا البعض وأقول بعض المفسدين أن يضعوها فيه تنظم لنا من الجزائر عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد مريم سعداني سيدة مريم أهلا بك معنا إذن تم إعلان قائمة مرشحين رئاسة خمسة مرشحين خمسة أسماء ماذا نقرأ من هذه القائمة مساء الخير خليني أقول لك أن الحراكيين أو الناس الرافضة للانتخابات لم تكن تنتظر ماذا ستسفر عليه قائمة المقبولين من قبل الهيئة التي تشرف على الانتخابات لأن الانتخابات من الحراكيين مرفوضة في الشكل الناس ما زالهم يقولون لا نريد انتخابات بنفس الطريقة التي تجرى سابقا ولكن الأسماء التي تم قبولها تزيد شك الجزائريين وتعطيهم عزيمة أكبر لأنهم نفس وجوه التي كانت في النظام وحتى الخطاب الذي ألقى رئيس اللجنة التي كان من المفترض أن تكون مستقلة ولكنه يتكلم عن مشككين ومفسدين وما إلى ذلك وهي لجنة تقنية ما كان عليه أن يتكلم عن الآخرين كان عليه فقط أن يعطي الأسماء وأي تدخل هذا ليس من شأنه هذا دليل على أنها لجنة غير مستقلة والأهم من ذلك هو كيف جمع هذه الناس الاستمارات كيف ذهبوا إلى توقيعات لم نرى أي مترشح من المترشحين ذهب إلى الناس وطلب منهم التوقيعات حتى التلفزيون الرسمي لم يستطع أن يبث تقارير أو نشرات تظهر هذا الناس يجمعوا التوقيعات هناك شك كبير كيف تم فبركة هذه المهزلة في ظل كل هذا الحراك الذي هو اليوم في الجزائر رغم هذا الحراك سيدة مريم هناك يبدو من قبل ما نفهمه من تصريحات السلطة بأن هناك يعني عزم على المضي قدما إجراء هذه الانتخابات في موعدها اليوم تم تحديد خمسة أسماء لمرشحية الرئاسة وبالتالي إلى أي مدى هذا فعلا اليوم مؤشر على فرض واقع جديد رغم الحراك المستمر نعم كان هناك عزم لإجراء انتخابات أفريل انتخابات بوتفليقة وكان هناك أيضا عزم لإجراء انتخابات الرابع من جوليا ولكن سقطت لأن الإرادة الشعبية أكبر بكثير من السلطة الهشة المتهاوية التي في حالة احتضار ولكن لا نسقط فرضية أن النظام يذهب بكل هذا الرفض إلى انتخابات وإذا ذهب إلى الانتخابات فسوف يكون الرئيس إذا كان الرئيس سيكون نهاش لأنه لن يكون تعبير عن الإرادة الشعبية لأنه سيكون مرور بالقوة وسيكون في حالة مواجهة مع الشارع على صفيح الساخن يرفض أن يعيد انتاج النظام مثل سابق ويريد أن يعطي آليات جديدة ديمقراطية جزائرية بحتها للأجيال القادمة رغم بأن هناك أساسا رفض من قبل الشارع الجزائري والحراك لأساسا فكرة هذه الانتخابات بشكله بآخر ولكن الآن هناك أمر واقع سيدة مريم وبالتالي ننتظر ربما والأنظار تتجه إلى الشارع الجزائري ماذا يمكن أن يفعل؟ هل يمكن لهذا الحراكة اليوم أن يكون وسيلة الضغط بشكله بآخر على هذا المشهد؟ هل يمكن؟ وهل نتوقع؟ وهل هذا السيناريو أساسا وارد بأن يتم إلغاء هذه الانتخابات؟ نعم 2019 وثورة سلمية الجزائرية هي أكبر دليل على ذلك بوتفلقة أزاحة من الحكم الكثير من الشخصيات في السجن وهذا نتيجة للحراك ونتيجة كل ميزان القوة هذا الذي صنعه الشارع ويمكن توقع أن يذهب النظام بكل آلياته التي يمتلكها لانتخابات ولأن الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الشارع هو الضغط وهو نظاله وهو ثوريته ولكن سلميته نحن لن نذهب إلى المواجهة مع النظام ولكن يجب أن ترى ماذا يحدث في الشارع الجزائري وكيف الناس يرفضون هذه الانتخابات المنطق يقول أنه في أجواء مثل هذه ولا مترشح يستطيع أن يذهب للقيام بحملة انتخابية ولا مترشح يستطيع أن ينزل للشارع ليذهب للحديث مع المواطنين فكيف يمكن أن يكون شرعي حتى ولو كانت معه السلطة حتى ولو كانت معه آليات الدولة التي يستعملها صندع القرار ولكن التاريخ لن يرحم هذه الانتخابات لأن الإرادة الشعبية وميزان القوة كبير وكبير جدا وهو إلى جانب الشارع دعنا نأخذ سيناريو آخر معاكس سيدة مريم ماذا لو اتجهت الأمور فعليا لهذه الانتخابات وصلنا إلى موعد يوم الانتخابات هناك خمسة مرشحين ماذا سيحدث بعدها؟ آسفة لم أسمع نأخذ سيناريو آخر سيدة مريم هل تسمعيني الآن؟ هل تسمعيني سيدة مريم؟ الصوت ليس واضح سيدة مريم أسألك ماذا عن سيناريو آخر؟ تحدثنا ربما عن الحراك وعن التظاهرات التي الرافضة هي أساسا لمبدأ إجراء انتخابات ولكن ماذا إن وصلنا إلى موعد الانتخابات جرت هذه الانتخابات في موعدها؟ ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ هل هذا السيناريو واقعي؟ لا أسمع يبدو بأن سيدة مريم لا تسمعني شكرا جزيلا لها سيدة مريم سعداني عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد كانت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك موسيقى موسيقى موسيقى